تنطلق السبت فعاليات الأسبوع العالمي لكسر الحصار عن غزة بمشاركة أكثر من 25 مؤسسة أوروبية عاملة لفلسطين على امتداد القارة الأوروبية وأكد المتحدث باسم الحملة الأوروبية لرفع الحصار عن قطاع غزة خميس كرت انتهاء الاستعدادات الأخيرة لإطلاق فعاليات الأسبوع مشددا على أهميتها في توعية الرأي العام الأوروبي تجاه معاناة أهالي قطاع غزة المحاصرين منذ حوالي عشر سنوات ونوها كرت إلى أن تلك الفعاليات لها دور كبير في كشف الوجه القبيح للاحتلال الذي يستخدم كافة الوسائل لتغطية على ما يتعرض له الفلسطينيون بشكل عام وأهالي قطاع غزة بشكل خاص ومن المقرر أن تبدأ فعاليات هذا النشاط بعدد من المدن على امتداد القارة الأوروبية برلين، هامبورغ، شتوتغارت، ودورتموند في ألمانيا بتزامن مع انطلاق فعاليات مشابهة في باقي المدن المقررة إلى ذلك أشار المتحدث باسم الحملة العالمية لكسر الحصار عن غزة وعضو مجلس إدارتها منصور العاقل إلى أهمية البعد العالمي للفعاليات المتضامنة مع قطاع غزة والتي تشمل العديد من المدن العربية والعالمية مشتدا بتفاعل مئات المؤسسات المحلية على امتداد العالم في المشاركة بفعاليات الأسبوع العالمي لكسر الحصار عن غزة وأكد العاقل على ضرورة استمرار الفعاليات المتضامنة مع أهالي قطاع غزة حتى ينكسر الحصار وتفتح جميع المنافذ التي تضمن حرية الحركة لأكثر من مليون فلسطيني محاصرين في غزة بما في ذلك الميناء والمطار وإنهاء الفصل بين غزة والضفة وفي ذات السياق نظم تجمع الفلسطيني في ألمانيا أمس الجمعة وقفة تضامنية مع غزة في مدينة دورتموند رفع من خلالها يافطات توضح حجم المعاناة التي يعيشها أهل القطاع يذكر أن الحملة العالمية لكسر الحصار عن غزة قد بدأت سلسلة فعاليات واسعة الاثنين الماضي ثلاثين أيار بتزامن مع ذكرى مجزرة سفينة مرمرة التركية